شاهديني ناس حاعدكم كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله ان شاء الله يا رب نعد علينا بالصحة والخير حول الله والأجواء نوعا ما راهي صيفية رايتميز أغلب ولايات الوطن مع استمرار دائما حضور بعض الأمطار الرعدية ان شاء الله مساء اليوم وهذا على أغلب المدن الداخلية للبلاد لكن التقص والأجواء الحرة بشمال البلاد ستعود من جديد بدرجات حرارة قياسية ان شاء الله بداية من يوم غد الاثنين بحول الله نشوف التفاصيل ونبدأ بخلط توزيط ساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة بحول الله استقرار وصفا نلاحظ فيه بداية من يوم غد الاثنين ولغاية يوم الأربعاء تقص المستقر وصف تماما ويميز أغلب ولايات الوطن لكن الأمطار الرعدية ان شاء الله ستكون حاضرة وعلى فترة ستكون أمطار متفرقة وهذا على أغلب المدن الداخلية للبلاد الغربية الوسطى والشرقية للبلاد الآن المشاهدين روح نشوفوا مع بعض خلال توزيع الكتل الهوائية ودرجات الحرارة بداية من يوم غد الاثنين ولا غاية يوم الأربعاء اللحظوا بداية من يوم غد ان شاء الله ارتفاع جد محسوس تكون هناك درجات حرارة قياسية بحول الله تسجل على المدن الساحلية الغربية والوسطى بحول الله احترام بين 38 إلى غاية 40 درجة ان شاء الله مرتقبة ظهيرة يوم غد الاثنين حتى يوم الثلاثة نلاحظوا في الصورة درجات حرارة نوعا ما تكون قياسية بالمناطق الداخلية وتقارب 45 إلى 47 درجة مئوية أما فيما يخص المناطق الجنوبية نلاحظوا تقصيب قاد دايما حار ونبقوا دايما نسجلوا درجات حرارة قياسية ما بين 47 إلى غاية 49 درجة مئوية تحتضل على كل من ولاية تيندو فرقان إن صالح كذلك أضرر حتى على إنجزام برج بجي مختار غردايا المنيعة ورقلة توقورت ولا الجلال كذلك على مدينة المغير يعني الأجوار ستكون صيفية بحول الله بداية من يوم غد الاثنين ولا غاية يوم الأربعاء الآن نشوف فيما يخص خلال توزيع زوابع الرملية خلال الساعات المقبلة توقع حيث يكون هناك تطاير كثيف للريمال نهار اليوم الأحد خاصة في حدث الساعة منتصف نهار حيث يكون هناك تطاير كثيف للريمال على الجهة الجنوب الغربي أقول خاصة على مدينة أدرار تيندوف كذلك على إن صالح وهذه زوابع الرملية ستنتقل إلى غاية منطقة الواحد مع فجر يوم غد الاثنين إن شاء الله بالنسبة للمناطق الداخلية هناك نوعا ما تطاير كثيف للريمال خاصة على المدن الداخلية الغربية والوسطى بالحديث عن التقس الحار يجرون الحديث عن الجواء فيما يخص حالة البحر خلال الساعات المقبلة بداية من يوم غد الاثنين لغاية يوم الأربعة اللحظة هيكون بحر هادئ إلى قليل اضطراب خاصة على السواحلة الغربية والوسطى وهذا مساء يوم غد تغير يعني حالة البحر يصبح نوعا ما قليل اضطراب مع ريح تكون سرعة تصل إلى غاية 40 كم في الساعة فيما يخص يوم ثلاثة وحتى يوم الأربعة يصبح بحر من هادئ إلى قليل اضطراب وهذا على طول الشرط الساحلي اتجاه الموجة قديمة شمالية شرقية تماما على طول الشرط الساحلي أما عن درجة حرارة مياه البحر لتهم كل المصطفح يكون بحر جدا دافئ ما بين 24 إلى غاية 25 درجة إن شاء الله أجواء حرة ودرجة حرارة قياسية إن شاء الله مشاهدين مرتقبة بداية من يوم غد الاثنين ستميز جل ولايات الوطن المناطق الشمالية وحتى على المناطق الجنوبية بشمال البلاد على المدن الساحلة إن شاء الله تصل أقول إلى عطبة الـ 40 درجة 44 إلى 47 درجة على المدن الداخلية وما بين 47 إلى 49 درجة في المناطق الجنوبية يعني كتلة هوائية حرى ومرتفع قوي للضغط الجوي سيسيطر على جل ولايات الوطن إن شاء الله خلال الساعات المقبلة بهذا مشاهدي ناس اللي طيورة قد تحول التقص نعود الآن إلى أحلام باستكمال بقية الأخبار شكرا لك حسيبة على كل هذه التفاصيل